الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 حالة المركبة السرعة الزائدة ماذا يعني ذلك؟ رمز مشكلة التشخيص DTC هو رمز مجموعة نقل عام مما يعني أنه ينطبق على معظم المركبات المجهزة OBD2 بما في ذلك على سبيل المثال للحصر فورد، نيسان، سوزوكي، دوج، شفرولي، جيب، سوبارو، وما إلى ذلك قد تختلف خطوات الإصلاح حسب الطراز أدراز عندما تقوم مركبة مجهزة OBD2 بتخزين الرمز P0297، فهذا يعني أن وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM قد اكتشفت إشارة من مستشعر سرعة السيارة VSS تشير إلى أن السرعة الفعلية للسيارة تجاوزت الحد الأقصى المسموحة به مبرمجة PCM في معظم مركبات الإنتاج المباعة في أمريكا الشمالية للحد من سرعة السيارة الفعلية إلى 100 ميل في الساعة عندما يتم استقبال إشارة VSS تشير إلى أن السيارة قد وصلت إلى هذه السرعة تتم برمجة PCM لإيقاف إشارة نبض حاقن الوقود لجميع الأسطوانات هذا يتسبب في فقدان الزخم على الفور وتقل سرعة السيارة بمجرد عودة سرعة السيارة إلى مستوى مقبول يتم استعادة إشارة نبض الحاقن وتمكين التسارع عدتا ما يكون VSS عبارة عن مستشعر كهرومغناطيسي يستخدم حلقة ترددية دوارة لإكمال دائرة إدخال إلى PCM يتم تثبيت VSS في غلاف ناقل الحركة في مثل هذا الوضع للسماح بمرور حلقة المحاول من خلاله على مقربة يتم إرفاق الحلقة ذات التردد بعمود الخرج لناقل الحركة بحيث تدور معه مع مرور حلقة المحاول بواسطة الطرف الكهرومغناطيسي للVSS تعمل الشقوق والأخاديد على إتمام الدائرة وإيقافها بسرعة يتم التعرف على هذه التلاعبات في الدائرة من قبل PCM كسرعة إخراج الإرسال أو سرعة السيارة جهاز VSS نموذجي أو مستشعر سرعة السيارة إذا اكتشف PCM قراءة VSS تشير إلى أن السيارة تجاوزت السرعة القصوى المسموحة بها فسيتم تخزين رمز P0287 في بعض المركبات وقد يضيء مصباح مؤشر عطل M-A-L في بعض الحالات ستكون دورات الفشل المتعددة مطلوبة لإضاءة M-A-L ينتمي هذا الرمز إلى مجموعة P0200P02FF من أكواد التشخيص شدة الكود وأعراضه يمكن اعتباره حاداً اعتماداً على الأعراض المعروضة برمز P0297 إذا كانت تشوهات التحويل أو رموز التحكم في الإرسال مرافقة لام P0297 فيجب معالجتها على وجه السرعة قد تتضمن أعراض رمز محرك P0297 مايلي الأكثر شيوعاً لن تصاحب أي أعراض P0297 رموز التحكم الأخرى في ناقل الحركة غير المنتظمة في نظام الفرامل المانعة للإنجلاق ABS الأسباب قد تتضمن الأسباب المحتملة لهذا الرمز P0297 مايلي تم تشغيل السيارة بما يتجاوز السرعة القصوى المسموحة بها معيبة VSS أو حلقة محول VSS عطل ناقل الحركة الميكانيكي دوائر نظام VSS التي تقصر على الجهد إجراءات التشخيص والإصلاح ماسح تشخيصي فولت رقمي أوميتر DVOM ومصدر معلومات مركبة موثوق به سيكون من بين الأدوات المطلوبة لتشخيص كود P0297 اسمحوا لي أن أبدأ باقتراح أن تتأكد من أن السيارة لم يتم تشغيلها فوق السرعة القصوى المسموح بها إذا تم تشغيل السيارة عن غير قصد فوق السرعة القصوى فقم بتوصيل الماسح الضوئي التشخيصي بمنفذ تشخيص السيارة واسترداد جميع الرموز المخزنة ستحتاج إلى تدوين هذه المعلومات جنبا إلى جنب مع أي بيانات إطار تجميد متوفرة حيث يمكن أن تكون مفيدة مع ظهور التشخيص الآن قم ببساطة بمسح الرمز واختبر السيارة للتأكد من عدم إعادة ضبطها قم بتشغيل السيارة بشكل طبيعي حتى يدخل PCM في وضع الاستعداد أو يتم تخزين الرمز إذا تم تخزين الرمز P0297 بعد مسحه فأنت تعلم أن هناك عيطلا إذا دخل PCM وضع الاستعداد فأنت على استعداد للبدء إذا تمت إعادة تعيين P0297 ولم تكن هناك أعراض أو رموز انتقال أخرى فشك في وجود مشكلة في VSS اختبار VSS أفصل الموصل الكهربائي من VSS واستخدم DVOM لاختبار مقاومة المستشعر نفسه استشار مصدر معلومات سيارتك الاتعرف على إجراءات ومواصفات الاختبار المحددة استبدل المستشعر إذا فشل في الامتثال للمواصفات الموصابها من قبل الشركة المصنعة اختبار الجهد المرجعي والأرض إذا كان VSS ضمن المواصفات تحقق من الجهد المرجعي والأرض عند موصل المستشعر مع عدم توصيل المستشعر استخدم DVOM للتحقق من وجود إشارة جهد مرجعي مقبولة عادة 5 فولت وأرض على المسامير المناسبة إذا لم يكن هناك إشارة جهد مرجعي مقبولة في موصل VSS استخدم DVOM لاختبار الدائرة المقابلة في موصل PCM إذا اكتشفت إشارة جهد مرجعي مقبولة في موصل PCM اشتبه في وجود خلل في الأسلاك أو الوصلات أو الموصلات بين PCM وVSS من المرجح أن تحدث حالة تقصير السرعة الزائدة بسبب دائرة تقصر على الجهد من دائرة مفتوحة إذا لم يكن هناك أرضية على موصل VSS فاستشر مصدر معلومات سيارتك لمعرفة موقع أسباب النظام وتحقق منها بعناية باستخدام DVOM قم بإجراء الإصلاحات حسب الحاجة اختبار دارات نظام VSS إذا كان المرجع والأرض موجودين في موصل VSS فاختبر جميع دارات نظام VSS قبل استخدام DVOM لاختبار الاستمرارية في دوائر النظام افصل جميع وحدات التحكم ذات الصلة اختبار دوائر النظام الفردية باستخدام DVOM وإصلاح أو استبدال أي دوائر لا تلتزم بمواصفات الشركة المصنعة إذا كانت جميع دوائر النظام مرتبة اشتبه في وجود PCM معيب فشل PCM أمر نادر الحدوث يعتبر تشغيل الفعلية لمركبة السرعة الزائدة هو السبب الرئيسي للرمز المخزن P0297